السلام تشاهدي شبان بريوش لا تحضره اليوم اجبت لك الوصفة ولكن هذا المرة بدون دقيق مصنع و يصدق ناجح مليون في المئة و يجرطب و لا تشبعوا منه و هذه الزبدة التي ندخلها فيه رائع يمكن ان اضع طعم رائع خصوصا مع واحد الكأس القهوة يا سلام تبعوا معي المكونات و طريقات تحتها بالنسبة للمقادير سوف نحتاج بيضات بدرجة حرارة المطبخ و 75 جرام الزبدة التي تكون لينة كبار العسل السكر الابيض انتظروا السكر الابيض 51 جرام هنا يوجد 225 جرام حليب بطبيعة الحالي يكون دافئ و هنا يصد الشياء الفانيلي للتنسيم و ملعقة صغيرة الخميرة الحلويات ما يعادل تقريبا 1-5 جرام و هناك ملعقة كبيرة القشور البسيليوم و ملعقة كبيرة سمغ الزنتان او متوفر عندكم على حسب ماشي ضروري اه الارز الابيض الى ما متوفرش عندكم وايضا غادي يحتاجوا 1-210 جرام ديال ناشا الدورة او والمنتوج اللي ضيف الحلقة في هاد الوصفة هادي هو ناشا الطابيوكا كنتوا صوتوني بزاف عليها و اليوم ان شاء الله وفرناها لكم في المحل را متوفرة اللي بغاها اللي بغا يخدم بها را هي كتكون مستوردة وكتكون قليلة بزاف اه وفرنا لكم واحد الكيمياء الناس اللي بغاوها يجيوا المحل طيبة ضايت او يديروا لكم مبادلهم وغادي توصلهم متل ببضل اه بالنسبة الهنايا غادي نخدم فقط 30 جرام ديال ناشا الطابيوكا يمكن تعويضوها بناشا البطاطس الى ما عندكمش فبسم الله اول حاجة كنديرو كناخدو هادك الحليب اللي عندنا وكننديرو عليه وحد جمع الكبار دقيق الارز وكنديرو عليه الخاميراء ديال الخبز وقليل من العسل وكنحتافظو بالباقي نخلطو المكونات جيدا ونخليوها مدة 15 طقيقة ضعف لنا الحجم ديالا ومن بعد نختمو بها ناخدو الوعاء ديال العجانة ونفرغو فيه النواشيف دقيق الارز ونشا الطابيوكا ونشا البطاطس هنستعملو فقط البسي اليوم ونحتافظو بالقوم ديقواخ اي هي والزبدة نضيفو ايضا نصف ملعقة صغيرة من الملح ونضيفو البيت من بعد نضيفو الخليط بعد مما اتفاعل لنا وكنتعجنو المكونات جيدا مجرد تعجنو لنا واحد المدة ديال دقيقة نضيفو القطع ديال الزبدة بالتدريج لحد الان باقي ما اضفت هنا قوم دوكزانتان سوفو الخليط يكون سائل مجرد نضيفو قوم دوكزانتان فكيتجمع لنا الخليط وكيولي على هذا الشكل يعني كتولي عجينة متماسكة هذا هو الضوء ديال الصمغ يجمع لنا العجين ديالنو في نص الوقت كيخليها خفيفة وكتنتافق فاش كنديروها في الفورن بعد مما العجين ديالي يفرغتها في واحد الوعاء انا كنستعن بهذا ديالا غلاس باش كنشكل به واحد ليبول اللي يجو ليم تساوي لاني يبغي دك الشكل ديال البريوش اللي كما كتعرفو يكون هكا على شكل كويرات اللي كيتلاسقوا مع بعدياتهم في الفورن فاش كيختامروا تقدرو تديرو فقط عادي تفرغوه وتخليو يعني يختمر لكم عادي بلا ما تديرو بحال يدرت انا هذي نخليه يختامروا واحد المدة ديال ساعة ونص تقريبا شوفوش الشكل دياله كيف شولت ضعف الحجم دياله على جوز مرات ضرور ما يتضعف الحجم دياله فهاد الأثناء أنا رمشي على الفورن على درجة حرارة مائتان نار من الأسفل ومن الأعلى مجرد كنتخليه البريوش ديالي فا نتفين نار ديال الأعلى وكنخلي ديال الأسفل ضروري يدخل لي فورن مسخن مسبقا وتديرو واحد الآنية من التحت ديال الفورن اللي غادي تعطيكم داك البوخار يعني تطيبوا الممزيان وتديرو ديال الآنية كتبقى تسخن في الفورن هو فارغ من بعد كتخويوا داك المك يطلق البوخار دياله كتديرو طوز ديالكم وكتروا النار فقط من الأسفل مجرد يعني كي نضج ليكم كي تزيدوا النار من الأعلى باش هكا كيتحمر معاكم وبالنسبة لخليط ديال الميع فاخديت فقط واحد الكيمية صغيرة من ديال جوج بيضات اللي خدمت بيوم في الأول وستعليم واحد المعالقة صغيرة ديال دانون طابعي وهما باش دهنت في بيه البريوش من الفوق وكيفما تلاحظو كي يخرج ما شاء الله رائع اخدها معايا تقريبا واحد المدة ديال الخمسة واربعين دقيقة ويكون هذا هو الشكل دياله يجي قطني ما شاء الله كالسحاب وفي نفس الوقت ما درنات فيه تنوع ديال الدقيق المصنع فقط بأنواع من الدقيق اللي اكيد غتكون متوفرة عندكم وكما تليكم ممكن تعويض نشا الطابيوكا بنشا البطاطس صدقوني اللي جربتوه ما غديش تبع من نوذي كرائحة ديال الزبدة اللي فيه رائع جدا كانت هدي نهاية الوصفة نلتقي في فيديوهات أخرى خالية من الغلوتين إلى اللقاء